احييكم مشاهدين مجددا نهلا بكم الى هذه الجولة في الصحافة لنهر اليوم اغلب الصحف تصدر عنوينها الفيتو الامريكية الذي احبط مشروع القرار الجزائري وفي هذا الصدد عنوينة صحيفة المساء الجزائرية الفيتو الامريكي يجهد المشروع الجزائري لوقف اطلاق النار في غزة الصحيفة قالت مشاهدين ان ممثل دائم للجزائر لدى منظمة الامم المتحدة عمار بن جامع اربا عن اسفه لفشل مجلس الامن مرة اخرى في ان يرتقي الى مستوى نداءات الشعوب وتطلعاتها بعد استعمال الولايات المتحدة حق النقط الفيتو امام مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر لوقف اطلاق النار في غزة ورفض اي مساس لتهجير الفلسطينيين مؤكدا ان الجزائر لن تتوقف حتى يتحمل هذا المجلس كامل مسؤوليته لتحقيق هذا الهدف في نفس السياق ذهبت صحيفة الوطن السورية وتحدثت عن ثالث فيتو او فيتو امريكي ثالث يمدد للابادة الجماعية في غزة وعن تنفيذ ايضا الولايات المتحدة الامريكية تهديدها بمنع تمرير اي قرار في مجلس الامن يوقف المتزرة الاسرائيلية المستمرة بحق مدني غزة وقالت الصحيفة ان مندوب الجزائر لدى الامم المتحدة عمار بن جامع اكد ان بلاده ستطلب مجددا او مرة اخرى وقف حمام الدم في فلسطين حتى يتحمل المجلس مجلس الامن مسؤوليته ويفرض وقفا فوريا للنار وشيرا الى ان مجلس الامن لا يمكنه التهاون في الحفاظ على السلام في العالم نفس الامر مشاهدين تكلمت عنه صحيفة صحيفة الاخبار اللبنانية التي عنونت امريكا وحيدة في العالم لن نوقف الحرب وتكلمت الصحيفة عن مشروع القرار الذي تم التصويت ضده من طرف الولايات المتحدة الامريكية وقالت انه يعني تأييدا للعنف الوحشي والعقاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني ونقرأ ايضا في ذات الصحيفة عنوان اخر جيش العضو يبدأ تحقيقاته الداخلية بحثا عن الثقة المفقودة حيث سيشرع جيش الاحتلال الاسرائيلي في الايام القليلة المقبلة في تحقيقات تشمل جميع التشكيلات القتالية من القوات والقيادات والادرع العسكرية ووفقا لما افاد به موقع واي نات الاسرائيلي فان التحقيقات ستتمحور حول كل الجوانب المتصلة بالحرب ومن ضمنها المدة التي سبقت هجوم السابع من اكتوبر على ان تنتهي في ايار وان لم تطرأ ظروف مستجدة او تقع احداث كبرى من مثل التصعيد في جبهات اخرى ولفتت الصحيفة نقلا عن الموقع الى انه بعد اكتمال هذه التحقيقات الداخلية ستبدأ التحقيقات الخارجية للجنة الفحص العسكرية بقيادة جنرالات متقاعدين ستحدد هوياتهم لاحقا فيما ان القرارات المتعلقة بشأن الفصل او الاقالة لن تتخذ قبل شهر ايار سبعة اربعة تسعة طريق التقسيم عنوان نقرأه في صحيفة العربي الجديدة التي قالت ان الاحتلال يريد تقطيع اواصل غزة بالطريق الاسرائيلي سبعة تسعة او سبعة اربعة تسعة وهو طريق التقسيم الذي يفصل الشمال عن الجنوب الصحيفة اكدت ان جيش الاحتلال الاسرائيلي انشأ طريقا في وسط قطع غزة يهدف هذا الطريق بالاساس لفصل مناطق شمال عن الجنوب وهو يمتد من حدود قطع غزة الشرقية حتى شاطئ البحر غربا والذي يسعى الاحتلال من خلاله الى قطع اواصل قطع غزة والسيطرة على الممر الذي يفصل المناطق الشرقية عن ودي غزة ودمر جيش الاحتلال عددا من منازل المواطنين واحرق العديد من المزارع في قرية جحر الديك واخرى بالقرب من قرية المغارقة على طول الشارع في المنطقة الغربية للوسط وسط القطع من اجل انشاء هذا الطريق الذي اطلق عليه اسم الطريق سبعة اربعة تسعة ما يزيد من مخاوف الغزيين حول فصل الشمال عن الجنوب وقطع التواصل الاغاثي والانساني والاجتماعي بين المنطقتين صحيفة القدس العربي مشاهدين تناولت في صفحتها الاولى الوضع الكارثي الانساني في القطاع وكتبت بعنوان عريض المجاعة تجتاح غزة وان لم تمت من القصف او لان لم نمت من القصف متنى جوعا هكذا عنوان صحيفة القدس العربي الصحيفة اكدت ان برنامج الاغذية العالمي اوقف امس تقديم المساعدة الغذائية الحيوية والضرورية الى شمال غزة لحين توفر الظروف الامنة على حد تعبير الصحيفة واضفت ايضا الصحيفة ان المجاعة قد تصاعدت في مختلف ارجاء القطاع الذي تحدثت فيه عن ان عدد من سكانه ظهروا في فيديوهات بمعاناتهم من الجوع وقالت الصحيفة انه تصدر وسم شمال غزة يجوع وهو الوسم الذي تصدر منصة التواصل الاجتماعي عقب انتشار فيديوهات موثقة اظهرت مشاهد تجمع الاف من الفلسطينيين في منطقة الشيخ عجلني على شارع الرشيد بكثافة وهم ينتظرون وصول عدد المحدود من الشاحنات التي تحمل المساعدة الانسانية من مادة الطحين بخصوص برنامج الاغذية العالمي فقد بررت قرارها بحسب الصحيفة بانه على او بررته على منصة اكس او قالت في هذا الجانب ان قرار لم يكن سهلا وان الواضع هناك سوف يزداد سوءا وسيتعرض المزيد من الناس الى خطر الموت بالشوع نهاية هذه الجولة في الصحافة نلقاكم بعد قليل ابقوا معنا شكرا